التقط تلسكوب جيمس ويب صورا تحمل تفصيلا أكثر للكون مقارنة بالصور التي التقطها التلسكوب السابق هابل وذلك بعد مجهود 25 عاما تم استقرارها في صناعة تلسكوب جيمس ويب وشهدت الصور التي نشرتها وكالة الفضاء الأمريكية ناسا شهدت تفاعلا عبر منصات التواصل الاجتماعي للذين عبروا عن انبهارهم بهذه الصورة الحقيقية لعمق الكون سعى الإنسان دائما للبحث والتفكر في الكون الفسيح وفي عظمة الخالق الذي أنشأ هذا الكون وسعي الإنسان للاكتشاف كان دائما محركا لمعظم الطفرات العلمية في كافة المجالات ومنها مجال الفضاء تلسكوب جيمس ويب التقط صورا تحمل تفصيلا أكثر للكون مقارنة بالصورة التي التقطها التلسكوب السابق هابل حيث يرصد جيمس ويب الأجرام السماوية ذات ضوء أقل من تلك التي كان يرصدها هابل بنحو مئة مرة عشرة مليارات دولار انفقت على مدار 25 عاما لتلتقط هذه الصور لأول مرة وينظر إلى التلسكوب جيمس ويب على أنه الأقوى في مجال علوم الفضاء على الإطلاق وجرى إطلاقه إلى الفضاء في أواخر ديسمبر من عام 2021 والآن يبتعد عن الأرض مسافة مليون ميل الأضواء الموجودة في مقدمة الصور التي نشرت غادرت مجراتها قبل أكثر من أربعة مليارات سنة ونصف والطوء القادم من المجرات الموجودة في الخلف ضمن الصورة قطعت عمرا أكبر بالتأكيد بما يجعل هذه الصور من أعمق صور الكون وأكثرها دقة والتي تلتقطها البشرية للكون على الإطلاق واللافت في الأمر أن ما أثار دهشة علماء الفلك في الصورة أنها لم تكن أقصى ملد التلسكوب وكانت بحالة جيدة مما جعلهم يدركون أن هناك شيئا استثنائيا في قدرات التلسكوب الصور التي نشرتها ناسا تداولتها المواقع الإخبارية والمهتمة على مختلف المنصات وشهدت تفاعلا من الجماهير في مختلف دول العالم حيث أن هذه الصور ولأول مرة في تاريخ البشرية تكون بهذه الجودة والعمق ما يجعل الإنسان يدرك عظمة الخالق وإنه جزء صغير جدا من الكون الفسيح وتحفز كافة المهتمين لسبر أغوار الكون واكتشاف ما لم تره عين البشرية وعقلها من قبل ترجمة نانسي قنقر